اشتركوا في القناة على الابجكت اوديو طبعا خلاص ده طبعا الجزء التاني فيرجى مشاهدة الدرس السابق عشان تقدر تفهم الخطة كانت ايه واحنا وصلنا لايه بس عموما انا برضو هوريك النظرة العامة على الخطة واحنا وصلنا لحد فين المفروض خاطة المشروع ان احنا اتعرفنا على الابجكت وصممنا كده وجهة بسيطة للبرنامج ودي تعتبر الخطوة دي هي الشيء الجديد لا انشاء ده لتحميل الملفات في القائمة ده احنا قريدي عملناها الشيء الجديد بس اللي انا ضفته هو تشغيل الملف المختار من القائمة يعني لما تختار ايتم من الليست باكس يتم تحميل الملف اللي انت اخترته وبعد كده المفروض ان احنا النهاردة هنشغل بقى على الباقي ده لو الفيديو طول قوي هيبقى في فيديو ثالث الله اعلم بس عموما ان احنا هنشغل على تشغيل الملف المختار من القائمة وده للتشغيل المتتابع يعني ان يشغل البلاي لست تراك بعد ما يخلص يروح على التراك اللي بعده الاخره وفيه دلة عرض معلومات الملف يعني او عرض معلومات التراك وطبعا اصدر التحكم اللي هو بلاي الاغلاق الفاليوم هنتحكم فيه ازاي نقل الزرار بتاع الفاليوم الى اخره طيب تعالوا بسرعة كده نشوف اللي احنا وصلنا له في الدرس السابق هنلاقي ان الوجهة اردي صممناها بسيطة جدا عبارة عن برا جراف عملنا الريديو اللي هو مثلا اللوب فحالة لو احنا عايزين مثلا نعمل اعادة تشغيل للتراك اوتوماتيكي بصورة تلقائية وهنا فيه اتنين راديو بوتن لو احنا علمنا على اللوب هل عايزين مثلا نخلي التراك يفضل يشتغل مع نفسه اللي هو اللي شغل حاليا لما يخلص يشتغل تاني ولا يحصل لوب اعادة تشغيل للليستة كلها بعد ما تخلص يشتغل كلها من اقوله جديد هو ده الاختيار وبرضو عندنا الاختيار بتاع الراندوم بلاي ان هو يختار بصورة عشوائية لتراكات برضو كل ده تلقائيا بدون اي حاجة تدخل مننا وزرار طبعا او سلاي بتاع الفاليوم ان احنا طبعا ده ده يعتبر جديد اول مرة بس هنتعرف عليه هنا في الدرس ده وده برضو اللي هو بيمشي على حسب المدة الزمنية بتاعت التراك وشوية زراير الى اخره طيب ده طبعا اللي ستباكس او اللي ستة اللي هتعرض فيها جميع الملفات اللي احنا اخترناها في الجلوبال فانكشن لو بصينا هلاقي ان احنا عملنا اللود لست فانكشن اللود لست دي مهمتها انها بتفتح الفاير براوس وبعد كده بنختار مجموعة الملفات وبعد كده بنحملها في اللستة لما نعمل تأكيد عليها طيب تعالا كده نشوف اللي احنا وصلنا له اهو طبعا اللود لست دي انا حطيتها في الزر بتاع اد اهو في الحدث انكليك تمام فبنستدعي اللود لست فبيحصل الاكشن اللي احنا عملناه اللي هو اد مثلا وحطيتنا هنا كام فلتر زي مثلا ويف ممكن نقبل ملفات الويف او WMA او الامبس 3 تمام فخلينا مثلا نختار الامبس 3 واختار كده كام ملف اهو وopen بتم فعلا تحميل التراكات هنا وزي ما اتفقنا ان الليست باكس لها قسمين القسم المرئي اللي هو الايتم تكست القسم المخفي اللي هو الداتا فهنا في الاست باكس بيتحمل العنوين العنوين او اسماء الملفات الصوتية تمام ولكن بما يقارنها الداتا اللي هو الجزء المخفي بيتم تحميل المصار موقع الملف على الهارد درايف اللي احنا مختارين منه تمام بحيث ايه ان احنا هنستخدم المصار ده او اللوكيشن بتاع الملف على الهارد درايف في دلة التحميل لود ادي لود طبعا يرجى مشاهدة الدرس السابق تمام فكل ملف من ده دلوقتي بما يقارنه في العنصر بتاع داتا اللي هو ده المصار بتاعه طبعا هو مش مش شاف ولكن احنا نقدر نجيبه من خلال دة لتقريبا جيت ايتم داتا طيب جميل جدا جدا الخطوة اللي هنعملها دلوقتي ان احنا هنعمل سريعا زر التشغيل هنا بمجرد ما بنختار ايتم يعني ايه؟ يعني انا مثلا خليني اقول انه انا عايز اول ما اختار مثلا التراك ده يتم تشغيله تلقائيا على طول او ده يتم تشغيله تلقائيا على طول وحتى اثناء مثلا لو حتى بالماوس او بالكيبورد او حتى بعد كده لما نعمل ده اللي بتاعت التشغيل المتتابع كل اول ما يخلص التراك يروح نقل على اللي بعده ويتم تحميل التراك الجديد فكل ده بيعتمد على ايه؟ على الليست باكس ففي الحالة دي احنا هنكتب في الحدث بتاع on change في الليست باكس الاكشن ده او on select انا اسف on select هنعمل الحدث ده الحدث ايه؟ بتاع التشغيل على حسب ايه؟ على حسب الايتم اللي احنا مختارينه وزي ما اتفقنا ان كل ايتم لتكست والداتا الايتم داتا بيكون فيها المصار فاحنا هنستخدم الايتم داتا بتاعت العنصر المختار فدلوقتي خلينا نعمل اول حاجة local هعمل المتغير باسم مثلا get sell بتساوي listbox dot get selected طبعا الدلة دي مهمتها انها بتعود برقم العنصر اللي احنا مختارينه من الليست باكس هو واحد ولا اثنين ولا تلاتة ولما بتعود بتعود زي ما اتفقنا بايه؟ بمصفوفة بتضم الاختيارات فطبعا عشان انا مش عامل المالتي سيليكشن ان احنا ما نختارش اكتر من ملف هو ملف واحد بس فبنستخدم العنصر اول عنصر فيه المصفوفة فجتسل دي بتعتبر تبقى مصفوفة بنختار رقم واحد طيب احنا عايزين ايه من الليست باكس ده بعد ما بنختار كده؟ بنختار الدياتا الايتم داتا عشان هو ده اللي بيكون متخزن فيه مصار الملف فبرضو تحت object list box هنختار get item data مش text text ده هيجيب لك اسم الملف ولكن انا عايز ال data هنا طبعا ال object name خلاص ال holy list وبيقول لك انهي رقم انهي عنصر الرقم واحد ولا اثنين ولا تلاتة اديني الرقم العنصر اللي هو في الاندكس فطبعا انا هخليه اعتمد على get sell وده العامل التاني طبعا قلنا مصفوفة يبقى لازم نعملها كواحد عشان بيترجع بالعنصر الاول دي برضو هحطها فين local مثلا خلينا اقول file path تحت المتغير file path جميل جدا يبقى file path ده هيتحمل فيه في كل مرة هنيجي نختار اي عنصر كده يعني مسلا هنختار العنصر بتاع abm intro هيروح محمل في file path اللي موجود في الايتم ده ده يعني المصار على المقاع على ال hard disk تمام هتقول لي طب هو جه منين هو عرف منين هقول لك شاهد الدرس السابق وشوف ده اللي تقريبا او اللي احنا بنحمل بنحمل بنختار التركات و بنحملها هنا هي اللي بتعمل الدور ده بتحط التكست اسم الملف هنا وفي ال data بتحط المصار بتاعه موقعه على ال hard drive طيب جميل جدا يبقى دلوقتي هنروح بقى على الدلة بتاعة audio او او تحت مسمى لود يبقى ال audio مهم جدا ان احنا نختار التشانل اللي هنشغل فيها انا طبعا اتكلمت في الدرس السابق وقلت اي تشانل مش هيفرق بس اللي انت هتحمل فيه تحفظه عشان ده اللي انت هتوقف من خلاله او تقدم فيه او تأخر او تحمل فيه من جديد الى اخره يعني ما ينفعش ان اختار مثلا user 1 واجه وقف user 2 ده مش هينفع اواجه حمل مثلا التراك اللي جاي في user 2 يبقى هكده التراك ممكن يشتغله في وقت واحد تمام فالافضل ان انت تختار تراك واحد وتستمر عليك كله مش هيفرق سواء background effects ده 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 كل واحد مش هتبق ما فيش اي حاجة كله بيقدي نفس الغرض فانا بس كده هختار channel user 1 file name ده انا هسيبه يعتمد طبعا على المتغير اللي احنا جبنا منه المسار هنا play automatic اه ماشي خليه اول ما يتحمل يشتغل automatic عايز loop false اللوب ده ما هو اللي احنا هنعمله مع نفسنا يبقى يبقى متبقاش غير ان انا اختار file path وبعد كده هحطه فين في العامل الخاص بالمسار او path بتاع الملف اللي على hard drive جميل جدا كل ده انا حطته في انهي في on select لو انت عايز تحطه في on double click تقدر تعمل ده بس انا حطته على on select لان انا هتحرك دايما لما مثلا التراك يخلص انا هحرك list box او هحرك هختار من list box فيتم التحميل التراك القادم تلقائيا تمام اما لو احنا عملنا double click ده هيكون موضوع مختلف شوية جميل جدا نجرب ونشوف هو already شغال ماشي جميل add انا بس هختار folder في folder اوكي التراكات دي اللي انا الموسيقى بتاعتي عشان لو اشتغلت حاجة الحقوق الملكية اليوتيوب ما يصدقناش نعمل open تمام في الحالة دي تعالوا كده نجرب ونشوف مسلا تمام 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 جدا جدا يبقى كده احنا ضبطنا حتة الاختيار نيجي بقى نشوف ايه اللي بعد كده في الخطة بتاعتنا هنلاقي عندنا تشغيل الملف او دلة التشغيل المتتابعة يعني ايه دل التشغيل المتتابع يعني مجموعة التراكات دي زي ما قلتلك اللي قدامنا اللي موجودة هنا تشتغل تلقائيا واحدة تلو الأخرى دي تخلص دي تشتغل الى اخره بناء على ال option او تزبيطات اللي بتبقى موجودة هنا تشغيل مثلا متكرر ساكالستا ولا كعبارة عن تراك واحد ولا تشغيل عشوائي فبناء على كده طبعا الدلة دي هيكون يعني شوية لها احتمالات كبيرة كتيرة وعلى اساس ده انا عملت خورزمية بسيطة كده عشان اسهل عليك وعليك كمان الامر انا بسطها بقدر المستطاع بحيس ان احنا نفهم طبعا وقتا ما بيخلص التراك احنا بنشغل التراك بيشتغل مفيش مشاكل وقتا ما التراك بيخلص بيبتدي الدلة دي بتبتدي تشوف هل متعلم على التشيك باكس بتاع الراندوم ولا لأ لو في حالة يس اللي بيحصل توليد رقم عشوائي على حسب حدود التراكات يعني مثلا لو احنا مثلا محملين عشرين تراك في الليست باكس فهو هيولد ما بين رقم واحد لرقم عشرين ما يبقاش اصغر من الواحد ولا اكبر من العشرين لأ ما بين الاتنين دولين يعني ممكن تلاقيه مثلا ايجيب لك سبعتاشر خمسة عشرة سبعة كده يعني وبعد كده بيعمل تحميل التراك المختار وبيشغله تمام ده في حالة لو التشيك باكس متعلم بتاعت الراندوم متعلم عليها طيب لو في حالة لا في الحالة دي بيروح يتشك اللوب التشيك باكس بتاع اللوب متعلم عليه لو في حالة يعني لا مش متعلم عليه بيجي يشوف هو ده اخر تراك التراك اللي هو خلص حاليا ده 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 الوقت ده اخر تراك لو في حالة no خلاص بيشغل التراك اللي بعده طيب لو في حالة a انه ده اخر تراك بيرجع يشوف تاني هو اللوب متعلم عليه في حالة no بيعمل stop بيقف ولو في حالة yes بيروح عامل ايه بيروح بادئ اللستة من اول وجديد تمام طيب لو في حالة انه اللوب a yes الراديو باطن بتاع this track اللي هو تكرار التراك الحالي متعلم عليه لو في حالة انه هو yes يروح اعيد لك التراك اللي خلص من اول وجديد لو في حالة no بيشوف هو ده اخر تراك لان معنى no يعني متعلم على ايه متعلم على اللي هو لوب اللست ابتدي عيد اللستة من اول وجديد فبيشوف هو ده اخر تراك في اللستة لو في حالة انه هو yes طبعا اللوب بهايلاقي هايس فيبتدي من اول وجديد تاني تمام وهكذا طبعا لو انت اطلق باط التنفيذ هيبين لك لكن انا يعتبر وريدك الخطة بصورة مرئية عشان اسهل عليك الامر فتعال نبتدي في انشاء الفانكشن ونبتدي في حتة check الراديم دي هاجي برضو عند ال global function وهعمل function جديدة باسم مثلا ايه function باسم next track next track حالة الاحرف طبعا مهمة جدا دلوقتي اول خطوة احنا قلنا هنا هيتشك هل الراندوم معمولة عليها علامة ف اهو يبقى نشوف اهو برضو قبل ما اعمل ده عشان انا يهمني جدا انا هعمل زي متغير عام المتغير العام ده هسميه مثلا ايه باسم track مثلا تمام هيكون نصي طبعا ايه فايدة ده فايدة انه هو هيتحمل فيه track اللي اللي بيتم تشغيله حاليا او الانتهى يعني اللي تشتغل او الانتهى هتقول لي ليه طيب الحركة دي هقولك تحسبا اذا عملنا عايزين نعمل مثلا loop لنفس track او حاجة يعني بس عموما تعال بقى نكمل next track نتشك if if a if check box dot get checked تمام هو اول اختيار ده اللي قدامنا انهي بقى اللي هو بتاع random play لو ده بيساوي true وده الاحتمال الاول انه هو متعلم عليه ففي الحالة دي اللي يحصل نبتدي اجراءات عملية ال a توليد الرقم العشوائي طبعا انا هنا هستخدم حاجة قد تكون مفروض متطورة او مفروض في الدروس القادمة هناخدها وهي object math ولكن انا هدي لك بس الدلة اللي هنستخدمها وهي بتاعة ال random وبعد كده ان شاء الله هنتكلم عنها فيما بعد ده اللي تراندوم دي مهمتها ان انت بتحط حدود ما بين رقمين يعني مثلا من 1 الى 10 فهو يختار بقى بمزاجه من 1 الى 10 ممكن تلاقيه فجأة جاب لك 5 جاب لك 7 جاب لك 10 نفسها او حتى جاب لك ال 1 تاني ايا كان فعشان كده يبقى من الى تمام فلو احنا هنقول مثلا احنا عارفين ان التراكات ممكن تبتدي من رقم 1 لكن احنا مش عارفين نهايتها ايه صح احنا مش عارفين في كام تراك متحمل في الليستة ففي الحالة دي هنستخدم دلة listbox. تقريبا get count الدلة دي مهمتها انها بتجيب لك عدد التراكات اللي موجودة في البلايليست تمام ممكن نحطها بصفة مباشرة يعني مثلا لو في 20 تراك هتلاقيها رجعت لك برقم 20 70 تراك رجعت لك برقم 70 على حسب الليستة فيها كام item فهنحطها هنا فتبقى كده البداية كل شوية هيولد لك رقم وقت التنفيذ من واحد الى حدود الليستة دي تمام فكده احنا خلينا الحدود دي اوتوماتيكيات تلقائية وممكن نحط بقى الناتج اللي هيطلع في تحت متغير local local مثلا ايه random اختصار لrandom number مثلا طيب جميل جدا جدا وبعد كده اللي يحصل بعد كده احنا هنعمل في list box dot عايزة تدلق اللي هي بتعمل الاختيار اللي هي تقريبا item انا بنسى اسمها دايما select item بعد كده بعد كده بقول list box select item هيقول لك طبعا الobject بتاع play list وهيقول لك انهي رقم اللي هو ال item اللي هو رقمه كام ففي الحالة دي هخليه تحدد بناء على الرقم العشوائي اللي هيرجع لنا من دلة math random او الراندوم طيب جميل جدا يبقى طبعا وقتا ما هيختار احنا خلاص ربطنا ان وقتا ما هو مثلا on select بيروح محمل الترك على طول فهو لو اختار مثلا الترك رقم سبعة فبيروح على طول احنا عشان حطيهم في on select يروح على طول محمل رقم سبعة ويشغلو تلقائيا تمام طيب جميل جدا ده في حالة ايه لو في حالة الراندوم true لو في حالة الراندوم true طيب اما بقى no لو no يعني مش معمولة عليه check هيبتدي يشوف ايه اللوب هل اللوب معمولة عليها check طيب يبقى هنا بنرجع تاني كل ده بيتعامل طبعا تحت function واحدة فمعنى ان هو مش معمولة عليه check فهلنستخدم else يبقى لو كان معمولة عليه check الراندوم بلاي معناها ايه بيسوي true else يعني اكيد بيسوي false ففي الحالة دي هيبتدي هو بقى هنا يخش يشوف اللوب if نفس الشيء checkbox dot get checked بس طبعا هنا هيتشكل ايه هيتشك اللوب لو اللوب بيسوي true يعني معمولة عليها check then يبتدي يبتدي يشوف radio button انهي بقى لو هو معمولة عليها true انهي radio button اللي هو التراك ولا الليستة كلها فبردو نبتدي نتشك ونشوف if بس هنا radio radio button dot get برضو checked انهي بقى تعالى نبتدي مثلا بحطة الزيستراك لو الزيستراك بتساوي true ففي الحالة دي إلا يحصل then المفروض انه هو بيعمل لود ليه لود لنفس أو بيختار نفس التراك أو هقولك حاجة خلينا نعملها audio dot برضو لود لود لإيه بقى للمتغير التراك المتغير التراك ده انا عارف ان انا ما خزنتش فيه التراك اللي بيشتغل او المصار بتاع التراك اللي بيشتغل بس انا هحمله فيه حالا خلينا برضو انا اخترت ال user one الفايل نيم اللي هو المتغير بتاع التراك وال play automatic هخليها true loop no false طيب حلو قوي تعالى بقى نزبط ان ان اي تراك اي تراك يتحمل يتحط اه اي تراك يتحمل يتحط المصار بتاعه جوه المتغير العام تراك طب ده هيكون في اي جزئية طبعا هنربطها في جزئية select ففي الحالة دي احنا ممكن هنا اه نروح حطينها في نساوها بال file path تراك بيساوي file path بس يبقى كده في كل مرة هنختار تراك ده هيحمل جوا المصار بتاع التراك اللي شغال الحالي تمام بحيس ان لو احنا عايزين نعمل loop ونشغله من تاني فما فيش مشاكل بتحصل عملية الاعادة طيب حلو قوي قوي هقولك حاجة طبعا تعال نجرب لحد كده ادي next track انا اخدها هي وهعمل الزرار كده مؤقتا كمان بس مجرد ان هي تجربة لا اكتر ولا اقل عشان نبقى احنا متأكدين ان احنا مشين صح جميل جدا اهو add اوكي فين التراكات اعمل هالي دي كلها open جميل دلوقتي هنبتدي بمثلا هذا التراك وهندوس على دي بس هنعلم الاول على الراندوم عشان يعمل يمشي بالطريقة عشوائية تمام طيب جميل جدا انا بس هحط هنا في دلة الستاب عشان يوقف للموسيقى اه انا قريدك انت حاططها اه دي استاب تشانل يوزر وان تمام دي مهمتها انها بتوقف التراك اللي شغالها حاليا متعملوا استاب فدي انا حاططها في الزرار بتاع استاب طيب يبقى كده الدلة بتاعة الراندوم شغالة بدون اي مشاكل جميل جدا تعالا بقى نعمل حتة اللوب فانا عارف ان الموضوع بتاع التحميل ده اوكي كمان مرة خلينا مثلا نعمل اللوب لاي حاجة من دول دي مثلا بس طبعا لازم اعلم على اللوب و لان لسه مبرمكتش ل this list جميل طيب طبعا تختار الراندوم بتوقف اللوب الراندوم بتوقف اللوب فعشان كده احنا هنعمل لقطة جميلة جدا ان احنا مثلا لو عملنا الراندوم اونكليك اف مثلا اف check box dot get checked بتاعت ال اي بتاعت الراندوم بلاي اول مفروض على فكرة هاعمل هزيس وخلاص بس اوكي خليها اوكي مش هتغسر بتساوي true اللي هيحصل ايه اللي هيحصل ان احنا هنشيل اهو then and checkbox dot set checked عندنا set set اهي set checked بتاعت ان هي بتاعت اللوب هنخليها false يعني معنى ان احنا اول ما طبعا اونكليك اول ما احنا بنختار الراندوم دي اللي بيحصل اللوب بتعمل عليها false كمام وبرده ممكن نعمل نفس الخطوة اهو برضو في اللوب لو احنا اخترنا اللوب لو احنا لو اللوب true بنعمل على ال random false طبعا يعني هي حاجة واحدة من دول بس اللي تشتغل طيب جميل جدا جدا خلي بالك انا هنا get وهنا set عشان ما تطلق بطش يعني هنا get اختبر لو كان مثلا هنا معلم على اللوب في الان كليك بتاعة اللوب لو كان اللوب بيساوي true يعني معمول عليها check اتعلم عليها شيل العلامة من اهو set checked من على ال random play نخليها false يعني نشيل العلامة من على ال random play جميل جدا ففي الحالة دي تعال نجرب لو احنا مسلا دي اهو خلاص اصبحت زي تمام بس الفرق ان ايه ان انت ممكن تشيل من على دي ومن على دي ما فيش مشاكل اهو او حاجة من الاتنين يا دي يا دي لكن الاتنين ما اشتغلوش طيب جميل جدا تعالى بقى نكمل ونخش بعد كده على ايه على آآ الخطوة اللي بعد كده خلاص طيب لو كان بقى this list لو كان اهو اللوب ايوه this track اهو قلنا اه ماشي طب نو يعني else يعني لو كانت لأ this list متعلم على ال radio button بتاع ال this list الموضوع هيكون مختلف شوية طيب تعالى نشوف هنعمل ايه اهو معنى ان هو كده else يعني if radio button خلي بالك if radio button get checked بتاع this track بتسوي true هنعمل اعادة التحميل لل track مفيش مشاكل طيب else معناه ان هو متعلم على التانية اللي بتاعت this list هنبتدي نشوف هنعمل ايه هنلاقي ان this last track هو ده اخر track طيب ازي بقى نعمل الفحص ده بكل بساطة بكل بساطة الموضوع اسهل من السهل ان احنا هنجيب ال count وهنشوف المختار الحاليا يعني مثلا list box dot get ساقول لك حاجة انا هعمل حاجة حلوة جدا جدا عشان اللخص انحنا هنحتاج كتير جدا بتاعت get selected دي فانا هعملها هنا extract local مثلا ايه اا لاني انا احتاجها اكتر من مرة فهاجيب بتاعت get selected فين انا كنت حاطتها اقصد count فمسلا count ساوي وهحط فيها الايه الدلة بتاعت list get count دي تمام بحس ان انا اسهل على نفسي ما بضلش كل شوية اعيد نفس الموضوع اا احيانا يبقى انا كده بدل ما افضل اكتب كل مرة هستخدم بس المتغير بتاع count هجيب لي الكمية الحدود قد ايه فهنا برضو اللي هنحتاجه ايه هنحتاج list box بتاعت الget selected برضو ممكن نعمل لها متغير كمان هنا اللي هي local local مثلا او selected selected بيساوي و هنرح حطين المتغير اللي بتاعت list box dot get selected وزي ما بفكر تاني selected دي هتصبح عبارة عن ايه طبعا عبارة عن مصفوفة فدلوقتي selected دي هتسهلين الامر بدل ما نفضل كل شوية نعمل الخطوة دي ففي الحالة دي بقى احنا عايزين رجعنا تاني للحطة دي هو دلوقتي لو مش معمول على list track ومعمول على ان احنا نعيد الليستة كلها نبتدي نشوف في حالة if if ايه بقى if selected اللي احنا بختارينه حاليا دلوقتي اللي هو رقم واحد بيساوي count اللي يحصل اللي يحصل count then and اللي يحصل ايه ان هو هيروح للتراك الاولاني هيعمل لود للتراك الاولاني او بمعنى بساطة ان هو هيعمل listbox dot set selected set selected اه 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 اوكي اوكي set select item مش عارف دي ما انا بطلب في الحطة دي select item ونخليه يبتدي من الرقم واحد يعني يروح للتراك الاولاني لان هنا معناها ان احنا بنقوله ايه عيد اللستة كلها تمام عيد اللستة كلها جميل جدا دا لو في حالة ان هو بيساوي count طيب else لو هو مش بيساوي count اللي يحصل اللي يحصل ان انا هقوله برضو دي اختار الملف الجاي الملف الجاي دا معناه ايه معناه ان احنا selected الحالي plus one اهو بدل ممكن حتى نعملها كعمل حسابية هنا حتى مفيش مشاكل يعني مثلا لو التراك المعروض الحالي هو رقم واحد وهو مش اخر تراك فاللي يحصل احنا عايزين نروح للتراك التاني فواحد زائد واحد يساوي كام يساوي اتنين فيحمل التراك رقم اتنين طيب نقول مثلا التراك الحالي رقم ثلاثة اللي هو الخلص دا دلوقتي حالا تمام فلو دا مش اخر تراك يروح زائد واحد يعني رقم اربعة يساوي يساوي اربعة يروح رايح على التراك اللي هو رقم اربعة وهكذا دا في حالة ايه في حالة ان حتى لو معمول لوب لللستة كلها طيب جميل جدا كل دا في حالة ايه فحالة لو اللوب دي بتساوي تمام لو التشاكد بتاعة اللوب بتساوي انا عارف ان انت ممكن تكون اطلغبط شوية عشان هي مركبة حاجة جوا حاجة جوا حاجة انا فاهم دا كله بس خلينا نبتدي القصة بسرعة من بعد ايه من بعد الراندوم بلاي لو الراندوم بلاي مش معمول عليها تشكد هيتبقى احنا تحت التش تمام طيب بعد كده يروح هل اللوب معمول عليها تشكد انا براجع بسرعة معك عشان اجمع لك عقلك تاني لو اللوب معمول عليها تشكد يبتدي يشوف انهي بوتن المختارة لو هيحمل نفس التراك اللي تم تشغيله او انتهى طيب لو تراك تاني يبتدي يشوف هل هل التراك المختار الحاليا اللي كان شغال اللي هو تحت في المتغير سلكتد اللي احنا خزناه هنا فوق هنا تمام والكاونت احنا قريدي خزناه هنا هل ده بيساوي الكاونت يعني ده هل ده بيساوي الكاونت لو في حالة انه هو اخر تراك بتعامل ستاب اما في حالة لو هو مش اخر تراك بيروح للتراك اللي بعده اهو هل السلكتد بيساوي الكاونت لو بيروح مثلا مش يعمل ستابا اسف بيروح عايد رقم واحد عايد الليستة من قوله جديدة عشان اللوب متأكتفة طيب يروح رايح للتراك اللي بعده جميل جدا طيب افرد بقى اللوب مش معمول عليها تشكد يعني خلي بالك عشان كده انا بكتب دايما الاف والاند في نفس الحتة يعني يعني هنا else لو اللوب مش معمول عليها تشكد يبقى في الحالة دي اللي يحصل في الحالة دي هيعمل نفس الخطوتين دول اللي هو يتشك هل ده اخر تراك لو كان اخر تراك هيعمل stop لو ما كانش اخر تراك هيكمل اهو افسلكت بيساوي كونت في الحالة دي مش هيعيد بقى من اول وجديد لا هيروح عامل audio dot stop اهو dot stop وطبعا اني اليوزر تشانل او بتاع يوزر وان اهو طيب جميل جدا اما لو ده مش اخر تراك اللي هي البعد الالس اللي يحصل يحمل التراك القادم وهكذا طيب انا عارف تاني انا بأكد عليك ان ربما تكون شوية دماغك بتتلغبط في حتة معينة بس ممكن ان شاء الله هنه رفع لكم المشروع ده تعالى في الحتة دي وامشي خطوة 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 مع ال if وال else if و else if انت فاهمني امشيها كده وشوف الرسمة دي كده وانت هتفهم الدنيا عاملة ازاي يعني طبيعا ان انت تتلغبط انت فاهم الفكرة ده طبيعا لانها مركبة فبس النتيجة كده تعالى يلا نشوف ايه اللي هيحصل هل في اي اخطاء هل في اي شيء نشوف في الحالة دي تمام اهو هنشغل التراك الاول ونمشي تمام ويعمل ليه فضل مشي 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 ليه لان انا مش معلم على اللوب طب تعالى بقى نعلم على اللوب واحنا قريدي مختارين تعالى نختار this list هي قريدي مع مرة تلقائية شفت بقى وهكذا طيب جميل جدا جدا انا هكتفي ربما كده لان احنا عدنا نصف ساعة ان شاء الله بامر الله في الدرس القادم هيكون ابسط من كده بامر الله اه انصحك الدرس ده بالذات انا عارف عشان يعني هيبقى تدريب ليك حلو ان انت الكود ده تنزله هتنزل المشروع والكود ده انا عايزك تنزله وعايزك ان انت تفصصه او تحلله خطوة خطوة يعني ابتدي شوف كل بداية F والقلس بتاعها ونهيتها فين وشوف ال F اللي جواها وبداية ونهيتها فين لان ده تدريب حلو لدماغك ده مهم جدا 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 بالنسبة لي ده مش صعب لكن بالنسبة لك انت هيبقى شوية صعب بس بعد كده هتعتاد عليه لانه هو مركب بس لا اكتر طيب يبقى كده نكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديو القادم بقية المشروع بتاعنا سبسكرايب وتعليقاتكو وشكرا على المشاهدة والسلام عليكم